هنا مأرب عاصمة الإعلام اليمني أكثر من 1500 صحفيين يمني من جميع المحافظات اليمن يمثلون وسائل الإعلام يمنية وعربية ودولية تحت ظنهم مأرب لسيما بعد افتتاح مركز إعلامي كبير تابع للمحافظة دور الإعلام يجب أن يكون دور قوي جدا في إعادة مجريات الأحداث إلى طريقها الصحيح وفي توعية المواطنين بشكل كبير جدا ماذا يحدث ولماذا حدث وكيف يحدث لا بد أن نكون كلنا في الطرفة سواء الإعلام مرئي مسموع حتى المقروم جئنا إلى هذه المحافظة الباسرة وزير الإعلام اليمني أعلن إطلاق قناة سبع الفضائية وإذاعة مأرب بالإضافة إلى تقوية البث للإذاعة الوطنية لتشمل صنعاء في إجراء يتزامن مع انطلاق معركة استعادة العاصمة نحن الآن نقوم بجولة استطلاعية مع معالي الأخ المحافظ سلطان العرادة لأجل الإعداد والتحضير لإنشاء قناة إقليم سبع وإذاعة سبع وأيضا لفتح مكتب لقناة اليمن الفضائية ومكتب لوكالة سبع للأنباء وأيضا افتتاح مركز إن شاء الله يمكن يوم غدا المركز الإعلامي سيكون مركز إعلامي مفتوح لكل الإعلامين الموجودين في محافظة مأرب ويبدو أن معادلة إعلام الشرعية ومعركة استعادة صنعاء تتكامل باتجاه هدف واحد سوف يتم افتتاح وتدشين إذاعة صنعاء ببثها الواسع عبر المحطات الـ FM ليصل إلى كل أرجاء الجمهورية وليس فقط إلى صنعاء أو غير المحافظات كل اليمن إن شاء الله ستغطى من هذا المكان مؤسسات إعلامية جديدة تطلقها الحكومة اليمنية الشرعية استعدادا لما أسمت معركة صنعاء الحاسمة من مأرب محمد العرب